مع الوزير الأسبق سيد شكيب خليل عبر سكايب أهلا بكم سيدي أهلا أهلا وسهلا بكم شكرا إذن ربما أنتم تابعتم معنا اختتام الاجتماع يعني بدون إقرار أي زيادة في الإنتاج إلى غاية اجتماع بينا في ثالث من ديسمبر قراءتكم سيدي والله إحنا لما تكلمنا البارحة تكلمنا على سيناريوهات وهذا من السيناريوهات أظن يكون قرار صائب لأنه المنظمة ستواجه مشكل السوق يعني في سنة 2019 أنا تكلمت بأن الطلب العالمي في 2019 سينخفض بحوالي مليون برميل اليوم ولذلك أي زيادة اليوم لا تتماشى مع مصالح المنظمة ولو يعني في المدى القريب في الشهرين أو ثلاثة في الربع الرابع من هذه السنة سترتفع يعني سترتفع الأسعار حوالي 80 دولار لأن فيه الضغط يعني على السوق لأن الآن المنظمة تنتج أقل مما يطلبه السوق من منتوج المنظمة ولذلك فيه الضغط على الأسعار ولا سيما يعني يكون فيه انخفاض في الإنتاج الإيراني في نوفمبر ولذلك أظن هذا قرار صعب ولو يعني في المدى القريب يخلق يعني مشكل بالنسبة لأعضاء المنظمة كم الساودية مع الولايات المتحدة لأن فيه الضغطات عليها لارتفاع يعني الإنتاج ديالها باش الأسعار ما تكونش عالية كثيرة وما تضغطش على الانتخابات الشريعية يعني في الولايات المتحدة في نوفمبر السادس في هذا العام طيب سيد شكيب خليل من خلال اجتماع اللجنة الوزرية المشتركة لأعضاء أوبيك وخارجها ومن خلال هذا القرار الذي تم اتخاذه كما تفضلت وقلت سوف تكون هناك يعني نزاعات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين السعودية وحتى روسيا صح لأن هذه الدولتين هم الدولتين لتين عندهم يعني قدرة الإنتاج وفائد يعني ممكن استعماله في انخفاض يعني تضغط على الأسعار وانخفاض الأسعار ولذلك الرئيس ترامب يضغط على هذه الدولتين ولكن بنفس الوقت عنده علاقات طيبة مع هذه الدولتين ولسيما مع الرئيس بوتين والسعودية ولذلك ممكن يعني في ضرف الأسبوع الآتية ولسيما إذا صار فيه ضغط كبير على الأسعار وازداد الأسعار أكثر من 80 دولار ممكن هذه الدولتين تستجيب إلى الطلب ترامب في هذه المدة لشهرين أو ثلاثة طيب سيد شكيب خليل كيف يمكن الوصول يعني لتحقيق الالتزام مئة بالمئة من قبل دول أعضاء أوبيك وخارجها هما يعني توصلوا إلى الالتزام الآن قريب يعني من مئة في المئة ويبقوا يعني في المئة وبانخفاض يعني الانتاج تابع لإيران ولسيما الناس ينساوا بأن الانتاج فينزويلا هو في انخفاض دائم يعني نتوقع انخفاض في الانتاج فينزويلا بحوالي 300 إلى 500 ألف برميل اليوم السنة القادمة لأن يعني ما عندهمش القدرة المالية باش يزيدوا يعني في الانتاج يعني حتى باش يبقوا بنفس المستوى في الانتاج ولذلك فيه دغوطات على السوق من خفاض الانتاج تابع إيران وتابع فينزويلا ومن ناحية الأخرى يجب أن نعرف بأن الطلب في السوق البترولي العالمي في 2016 سينخفض بحوالي مليون برميل اليوم ولذلك أظن إذا بقيت المنظمة بهذا المستوى وحتى بانخفاض إيران مثلا سنتوصل إلى توازن في السوق في 2019 سيد شاكيب خليل من خلال حديثكم نستطيع القول بأن منظمة أوبيك هي سيدة في قرارتها أظن لأنه لم يقرروا ارتفاع في الانتاج لضغط على الأسعار في الانخفاض وذلك أظن هو قرار صائب ولو يكون فيه ارتفاع في الأسعار في هذه المدة لشهرين أو ثلاثة أظن إلا بقوا على هذا القرار في هذه المدة شهرين أو ثلاثة هذا يكون قرار صائب لأنه في مصلحة المنظمة يكون فيه توازن في السوق في 2019 وتكون الأسعار في حوالي 75 دولار البرميل معدل في هذه السنة طيب سيد شاكيب خليل دول أعضاء أوبيك وخارجها اعترفوا بالدورة الفعال والديبلوماسية الجزائرية التقوية في تقريب المواقف والمساهمة في إعادة استقرار أسعار النفط صحي أظن أن الجزائر دائما لعبة دور بناء وإيجابي في التواصل إلى إجماع بين الأعضاء المنظمة ويعني دائما تطلب مصلحة المنظمة وهي مصلحة الأعضاء المنظمة وهو أن نصل إلى سعر مناسب يعني يصلح لاقتصاد كل بلدان الأعضاء المنظمة طيب ماذا تتوقعون أن يكون خلال اجتماع أذينا المقبل؟ يعني أهم القرارات التي ستكون خلال هذا الاجتماع أظن في وقت الاجتماع سنكون السوق يكون في بداية استقرار وتوازن بين الطلب والعرض ولو نخدم بالاعتبار لانخفاض الإنتاج تبع إيران يعني في نوفمبر ولذلك ولو فيه انخفاض في الإنتاج لأن الطلب العالمي في السوق سينخفض في 2019 سنكون في توازن ما بين الطلب والعرض يعني في 2019 في بداية 2019 وأظن في هذا الوقت لا أظن أن المنظمة ستأخذ أي قرار ستبقى بنفس القرار أظن في مدة ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر أو حتى الاجتماع القادم يعني في مارس وأبريل يعني 2019 طيب بعد كل هذه التوصيات سيد شكيب خليل كيف ستكون برصة أسعار النفط؟ هل سوف تفوق يعني عتبة 80 دولار للبرميل؟ أظن ذلك لأن الآن كما قلت من قبل الطلب للنفط المنظمة أكثر من ما المنظمة تنتجه الآن يعني الطلب الآن في الربع الرابع هو حوالي 33.4 مليون برميل اليوم والإنتاج المنظمة قبل انخفاض إيران هو حوالي 32.6 ولذلك يبقى هذا الضغط على الأسعار ولا سيما السوق يعرف باللي أن يكون فيه انخفاض من طرف إيران في نوفمبر ويعرف بنفس الوقت بأن إنتاج فينزولا سينخفض يعني في الأشهر والسنة القادمة طيب سيد شكيب خليل يعني كيف تقيمون عمل وزير الطاقة مصطفى قيطوني من خلال خرجاته واحتكاكه بمختلف نضرائه في مجال الطاقة؟ والله يعني عمل مليح في كل مجالات ولسيما في هذا الاجتماع تبع المنظمة للوصول إلى يعني قرار سائب يدافع على مصلحة المنظمة وعلى مصلحة يعني أعضاء المنظمة طيب السيد شكيب خليل الوزير الأسباق للطاقة نشكرك جزيلا شكر على كل هذه التوضيحات إذن زميلي هارون ترجمة نانسي قنقر